أجيب الذي قد أتى يسألك فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة سبحانه له الفضل والإحسان والمنة والصلاة والسلام على خير إنسان وأكرم ولد عدنان بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين نصر بهم دينه بجهاد العلم وجهاد الأسنة ورحم الله التابعين وعلماء المسلمين الأبرار ذو المناقب والفضائل الجمة وبعض مشاهدي الكرام حيثما كنتم وأينما كنتم في أرض الله الواسعة حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم جميعا قولوا أمين ويلا الشعار بتاعنا الجديد مع الأديم جزى الله عننا سيدنا محمدا ما هو أهله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم أبي وأسكنه الفردوسة الأعلى يا رب العالمين سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وعرضاه كان يتفقد أحوال الرعية في ليلة من الليالي ولم لا وهو الخليفة الذي كان يقول إن نمت نهارا ضيعت رعيتي وإن نمت ليلا ضيعت نفسي وبينما هو يسير استوقفه حوار يدور بين أم وبنتها تقول الأم هيا يا بنيتي فأسرعي فامزجي يعني فأخلط اللابن بالماء قبل أن يطلع الفجر فالبنت بتقول لها أمه إن أمير المؤمنين عمر قد حرم مزج اللبن بالماء فالأم قالت لها يا بنته هو فين عمر دلوقتي وأين عمر منا الساعة فقالت البنت أمه إذا كان عمر لا يرانا فرب أمير المؤمنين عمر يرانا الحوار دا كله سمعه سيدنا الفاروق من وراء الجدران فرجع لبيته جاري ونادى يا عاصم من عاصم؟ عاصم ابن عمر ابن الخليفة قال لبيك يا أبي قال اذهب وتزوج بنت بائعة اللبن قال له أنا ابن أمير المؤمنين يتجاوز بنت بائعة اللبن واخوته وقفوا معاه فقال عمر والله لإن لم تتزوجها لا تزوجتها أنا اذهب وتزوجها فإني أرجو من الله أن يجعل من نسلكما صالحا يقود العالم بأكمله الله الله راح سيدنا عاصم اتجوزها فأنجب بنت جميلة أوي سميت ليلى وكنيت بأم عاصم وتزوجت ليلى هذه رجل من خيار بني أمية يقال له عبد العزيز بن مروان علشان تنجب لنا بطلة لقائنا اليوم التابعي سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضوان الله عليه وأرضاه بالمناسبة مصر تشرفت أن سيدنا عمر ابن عبد العزيز اتولد على أرضاها وتحديدا في مدينة حلوان سنة واحد وستين هجريا ليه؟ لأن أبوه في التوقيت ده كان والي على مصر نشأ عمر في تلك الأسرة العامرة التي كانت مليئة بالورع والتقوى لحد ما دخل مع ابوه اليوم لاستبل الخيل كده وهو صغير فإذا بفرص يضربه فيشجه فأبوه جعل يمسح الدم ويقول إن كنت أشج بني أمية إنك إذا لسعيد إيه أشج بني أمية دي؟ دي بشارة بشارة عظيمة جدا المغم بدأ يدخل لمرحلة الصبا فابو قال له مصر ما تنفعكش أنت لازم تسافل للمدينة المنورة على ساكنة الصلاة والسلام ليه مصر ما تنفعكش؟ لأنه مش عايزه والي ولا عايزه خليفة مش عايزه يقعد معاه هنا ويتعلم أصول الحكم هو عايزه يرجع للمدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام علشان يجلس إلى يدي علمائها فيتأدب بأدبهم ويتعلم من علمهم ومنذ اللحظات الأولى كان سيدنا عمر بن عبد العزيز مشهور جدا بالنجابة والنباهة والذكاء وكان محافظ على الصلاة بطريقة عجيبة ولك تتخيل أن المربي بتاعه في مرة بعت لابوه وقال له أن عمر اتأخر عن تكبيرت الإحرام كان عنده 8 سنوات في التقريب أو 9 سنوات في التوقيت ده اتأخر عن تكبيرت الإحرام وراء الإمام علشان كان بيصرح شعره فابوه بعت له وأقسم أن لا يكلمه إلا لما يحلق شعره كله لأنه لا خير فيه شيء يؤخرك عن تكبيرت الإحرام اسأل نفسك وانت قاعد بتتفرج علي دلوقتي كم واحد في أسرتك ما بيصليش 9 سنوات ابوه قال له ما ينفعش تكبيرت الإحرام تفوتك وراء الإمام إنت بقى يلا قاعد بتتفرج علي كم تكبيرت إحرام فاتيتك وراء الإمام كم سنوات وكم جمع وكم جماعات واسأل مراتك بتصلي ولا لا واسأل ولادك بيصلي ولا لا تمر الأيام وطبعا معلش يعني لو كنت بنكد عليك علشان احنا مش فاضين للصلاة عم الشيخ يعني نكتش علينا عندنا يعني عندنا مسلسلات وعندنا برامج وعندنا يعني حاجات تانية خالص يعني ما تنكتش قول الكلمتين والتيكل على الله تمر الأيام ويتوفى أبوه ويصبح في رعاية عمه عبد الملك ابن مروان اللي هو كان أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان كان بيحب عمر ابن عبد العزيز حبا جملا لدرجة أنه هو من حبه ومن شدة حبه أم جوزه بنته فاطمة بنت عبد الملك اللي قيل في حقها بنته الخليفة والخليفة جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها صلتوا على الحبيب وتمر الأيام ويتولى عمر ابن عبد العزيز على المدينة المنورة على ساكني الصلاة والسلام وبالمناسبة أنا كلما روح المدينة ويا رب لا تقطعنا من المدينة ولا من رحاب ساكن المدينة واجعل لنا في المدينة عيشة واجعل لنا في المدينة سكنا ومستقرة واجعل لنا قبضا في المدينة ودفنا في البقيء بجاه سيدنا ومولانا رسول الله فكل لما تروح المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام وتزور المساجد اللي في المدينة المنورة هتلاقي حاجة عجيبة أوي هتلاقي إن اللي اهتم بكل المساجد دي وأحياها وقام ببنائها وقام بترميمها عمر بن عبد العزيز أما ليه أهل المدينة كانوا شبوا جدا حبا جما لدرجة قعدوا يحتفلوا بسابع ليالي الله أكبر تخيلوا الله أكبر لدرجة إن سيدنا أنس بن مالك صاحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي سيدنا النبي دعاله بطول العمر وحسن العمل قال والله ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله بعد رسول الله من هذا الغلام يقصد عمر بن عبد العزيز زع صيته جدا في المدينة وسرعان ما يتولى أمر الحجاز كلها وكان مقرب من الخليفة الجديد سليمان بن عبد الملك اللي تولى بعد أيوة بعد عبد الملك بن مروان طيب المهم هو في مرة كده مع سليمان بن عبد الملك بيستعرضوا الجيش والخيول والقوات العسكرية فبيقول له ماذا ترى يا عمر تشايف إيه قال يا أمير المؤمنين أرى دنيا يأكل بعضها بعضا وأنت المأخوذ والمسؤول والمحاسب بها وعنها سليمان بن عبد الملك استغرب من الجواب أوه وقال ما أعجبك يا عمر قال يا أمير المؤمنين بل قل ما أعجب من عرف الله فعصاه وعرف الشيطان فاتبعه وعرف حقيقة الدنيا فركن إليه يا الله يا الله الوصية تمر الأيام وبعدين سليمان بن عبد الملك تحضره الوفاة خلاص في أيامه الأخيرة فيجيب الوزير بتاعه رجاء ابن حيوة ويقول له انت شايف مين يتولى الخلافة فرجاء ابن حيوة يقول له يا أمير المؤمنين إنه مما يشفع لك عند ربك ويؤمنك في قبرك أن تستخلف على المسلمين خليفة عادلا يتقل لها في الرعي قال له طيب شايف مين اللي فيه الأوصاف دي قال له ما فيش غيره عمر بن عبد العزيز قال له على بركة الله كتب سيدنا سليمان بن عبد الملك اسم الخليفة في قلب الكتاب وأن مدخل كل أولاده قال له هم بايعوا خليفة هذا الكتاب فبايعوا وهم لا يعرفون هم فكرون واحد منهم وبعدين أوصى أن لا يفتح هذا الكتاب إلا بعد موته يموت ويدفن وبعدين الناس كلها تخش إلى المسجد الكبير في انتظار رجاء بن حيوة الذي يقف بعدما حبست الأنفاس ويعل الكتاب ويقول أيها الناس بايعوا خليفة هذا الكتاب فالناس كلها تبايعوا هم مش عارفين مين وهنا يقول رجاء بن حيوة بصوت عال قم يا أمير المؤمنين قم يا عمر بن عبد العزيز عمر قاعد في آخر المسجد هناك ما استوعبش الأمر فقام متكئا على بعض إخواني مستند كده على الناس كالعصفور المبلل مش مستوأب أنا خليفة المسلمين وأمير المؤمنين فيقف ويقول أيها الناس إني خلعت باعة من بايعني فاختاروا لأنفسكم ما شئتم فالمسجد كله يقول له بل إياك اخترنا فسر بنا على بركة الله يا الله يا الله يا الله يبكي عمر في تلك اللحظة ويقول من أطاع الله وجبت طاعته ومن عصى الله فلا طاعة له أول قرار يدخل عمر بن عبد العزيز لبيته ويقول لزوجته اللي هي بنت الخليفة وزوجت الخليفة وإخوتها خلفاء يا فاطمة إن شئتي عشت معي على الكفاف وإن شئتي صرحتوكي صراحا جميلة قالت له عيش معاك قال له يبقى أول حاجة لازم كل الدهب اللي معاك والحلي والمجوهرات يرد لبيت مال المسلمين قالت له أهوي 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 العجيب إن بعد ما مات يتولى أخوها ويقول لها أرد لك ما سلبه منك عمر تقول له لا والله ما كنت لأرضيه وهو حي ثم أخضبه وهو ميت بعد ما ياخد القرار لا يخش عشان يرتاح شويه فيلاقي الباب يخضب مين يقول له ابنك يا أمير المؤمنين تعال يا ابن خير قال يا أبتي أراك تنام ولم ترد المظالم بعد قال له يا ابن أنا مش لقي في جسم يعني قوة مش قد رأف بعد دفن عمك سليمان بن عبد الملك لما صل العصر أبقى رد المظالم فابنه قال له يا أمير المؤمنين وهل اطلعت على اللوح المحفوظ فوجدت أن عمر بن عبد العزيز سيعيشه إلى صلاة العصر حتى يرد المظالم يقوم يبكي عمر ويقبل ابنه ويقول الحمد لله الذي جعل من نسد عمر من يعينه على أمر دينه الله ما قال لهش بركتك يا سيدنا الشيخ وما قال لهش خدنا على جناحك يا أخوي وما قال لهش انت جاي تعلم أبوك يا واد وما قال لهش انت نزيت نفسك ثم يرسلوا المنادي من كانت له مصلمة فليرفعوا هالساعة إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بدأ عمر حياة جديدة كان كبير المسلمين له أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ولدا وكانت الوصية لرجاء ابن حيوة يا رجاء ان رأيتني قد ملت عن الحق فخذ بتلابي بملابسي امسك اللي دوم كده وهزاني وقل لي يا عمر اتق الله فإنك ستموت بدأ عمر بأهل بيته تخيل أو الله بدأ عمر بأهل بيته فلما لأ ابنه لابس كده خاتم بألف درهم فص كده خاتم حلو ما هو يعني ما هو يا جماعة هو أليل فبلغوا هذا الكلام فكتب ابنه وقال بلغني أنك قد اشتريت خاتما أو فصا بألف درهم بيعه وأشبع به ألف جائع الله أكبر واتخذ خاتما من حديد بيعه وأكل بألف جعان وروح أتلك خاتب حديد أي كلام واكتب عليه رحم الله مرأة عرف قدر نفسه يا الله يمر الزمان وتأتي بناة عمر يطلبنا الملابس الجديدة للعيد فيا ترى ماذا كان رد عمر تعالوا نذهب إلى فاصل نصلي فيه ونسلم على خير البرية ونعلي شعارنا دوما جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهل واللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم نعود لنتمم الكلام فتابعونا ولا تفارقونا قدنا لحضراتكم بعون الله وبحوله وبقوته اللهم عظم قد رجاه نبينا وأثابه فضلا لديه عظيمة في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلاة وسلاما يا ليقاني بمقامك يا سيدي يا رسول الله يا أمير الأنبياء ويا سيد المرسلين قبل الفاصل كنت بكلمك على بنات سيدنا عمر لما دخلوا عليه كل سنة من تطيب عيد بقى عايزي اللبس جديد فقال عمر لبناته ليس العيد لمن لابس الجديد ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد ونصيحة ده عمر بيكلم بناته أجذمنا شهواتكم سبكم من الشهوة بتاعكم فإن الجنة لا يدخلها أحد بغير مشقة الله أكبر ليك تتخيل إن السكرتير بتاع سيدنا عمر يدخل على فاطمة بنت عبد الملك زوجته كل يوم فكل يوم تحط له عدس فالرجل زهق فقال كل يوم عدس 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 كل يوم عدس فقالت والله هذا طعام مولاك أمير المؤمنين عمر ما خدش من الخلافة ولا ازدنش من الخلافة إنما خدت منه الخلافة عمر لما تولى الخلافة كان مقدم إقرار الزمة المالية كان عنده خمسين ألف دينار من الدهب ويوم ما مات صروته أو تركته معدتش عشرين دينار عمر بلغ من ورعه إنه كان لما يجي يوزع المسك على المسلمين لما ربنا يفيق على المسلمين بفيق مسك كان يمسك بأنفق وهو بيوزعه فيقول له ليه أمير المؤمنين يقول وهل يستفاد منه إلا برائحتي في يوم من الأيام ربنا أفاء على المسلمين بفيق تفاح وكان عمر بيقسم الفيق جنبه عيل صغير من أولاده كده فخد تفاحة وأطم منها أطمى بص عمر شافه فعمر كان ليه موقف عشيد أوش عمل حاجة صعبة أوش يا ترى عمر عمل إيه ويا ترى كان ردد فعله إيه خلينا نعرف الكلام ده بكرة إن شاء الله لأن ما ينفعش عمر بن عبد العزيز بيتكلم عنه في حلقة واحدة خالص إنما خلينا بكرة نكمل ونشوف الورع بتاع عمر بن عبد العزيز ردوان الله عليه وأرضاه علشان ما نساكش في الهدية بعد ما تصلي على خير البرية والهدية النهاردة لازم تحفظها كويس قوي عارف ليه أقولك ليه لأن كل واحد فينا لما بيقع في المعصية بيعلق الشماء على مين على الشطاب وقولك إبليس الله يلعن إبليس هو فيه حد مؤدينا في ده يا غيره طيب بأس وقال إليك إحنا في شهر قد صفدت وسلسلت فيه الشياطين ها؟ بتوع في المعاصي ليه؟ طيب النهاردة نتعلم دعاء مهم جدا هذا الدعاء يخلي الشيطان يبعد عنك خالص ويبعد عن عيالك طيب جبنا الدعاء ده منين؟ الإمام محمد بن واسع الأزدي رضوان الله عليه وأرضاه احفظ الاسم ده كويس كان ليه كل يوم دعاء بيقوله بعد صلاة الصبح لما يصلي الفجر يقعد ويقول الدعاء ده من شدة هذا الدعاء الشيطان قبله في يوم من الأيام وهو رايح للمسجد متوضئ كده وجال الشيطان في صورة بشر وإبليس يتشكل بأشكال مختلفة حسنة كانت أو سيئة وقال يا ابن واسع هل تعرفني؟ ما تعرفنيش؟ قال له ومن أنت؟ قال له إبليس قال له وماذا تريد؟ عايز إيه؟ قال له أريدك ألا تعلم أحدا هذه الاستعاذة ولا أعرض لك أبدا يعني أنا مش هتعرض لك ولا هوا سويس لك ولا هاجي جنبك هتاخد مني صق أمان ما لكش علاقة بي ولا لي علاقة بك أبدا بس ما تعلمش حد هذه الاستعاذة فقال محمد من أبي واسع رضوان الله عليه وارضاه والله لا منعتها ممن أرادها فاصنع ما شئت طب اكتب ورايا بسرعة قبل ما الحلقة تخلص اكتب ورايا الدعاء ده لأنه فعلا سيطرد عنك الشيطان إن قلت بعد صلاة الصبح على طول ويا حبذا لو صلينا الصبح في جماعة اكتب اللهم إنك سلط علينا عدوا بصيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه فآيسه مننا كما آيسته من رحمتك وقنطه مننا كما قنطه من عفوك وباعد ما بيننا وبينه كما أبعدت بينه وبين جنبك وحل بيننا وبين كما حلت بينه وبين كرامتك إنك على كل شيء قدير احفظ الدعاء وعلموا لزوجتك وعلموا لولادك وأول ما تخلصوا صلاة الصبح اعودوا في أماكنكم وقرأوا هذا الدعاء من ورأة من موبايل لا بأس بيقين سيطرد الله عنك الشيطان ارفع معي أقف الدراع إلى الله عساها أن تكون ساعة إجابة وعساها أن تكون ليلة مباركة اللهم إني أسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين منك ويقين المتوكلين عليك وتوكل المقنين بك وإنابة المخبتين إليك وإخبات المنيبين إليك وشكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك ربي أعوذ بك من أعين العائنين ومن شر الساحرين ومن شر كل ذي شر اللهم إنا نعوذ بك من عقوق الأبناء ومن قطيعة الأقرباء ومن جفوة الأحياء ونعوذ بك من تغير الأصدقاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عص وغنا ليس بعده فقر وأمنا ليس بعده خوف وسعادة ليس بعدها شقاء اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن تكلنا إلى ما لا يغنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا أكرم الأكرمين اللهم رب الرقم والمقام رب المشعر الحرام أكرئ رسول الله من كل مسلم السلام وصلي وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين وآليهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله مما تعلمون ومما لا تعلمون إلى الملتقى في حلقة الغد إن قدر الله اللقاء والبقاء أترككم في معية الله وأمنه وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع وربك دوما يقول إني منك قريب وبك رحيم فما ظنكم برب العالمين والله يا رب لا نظن بك إلا كل ما هو جميل جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم أبي رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى إلى يوم القيامة اللهم آمين أترككم في معية الله وأمنه وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوضع مدد يا حبيبي يا رحمه السلام workloads مدد يا حبيبي يا معي الظلام مدد يا حبيبي يا رحمه السلام además مدد يا حبيبي يا معي الظلام مدد يا حبيبي القريب المجيب بقول كريم يجيب الرسول إذا ما دعاك لكل الذي للنبي سعى يجيب الذي قد أتى يسألك فبشر عبادي فبشر عبادي فإني قريب